لا تفكر أن الكلاب التي تراها دائماً مع قطيع الأغنام هي كلاب عادية اللي هي كلاب من سلالات معينة ومدربة بشكل دقيق ترعى وتحمي الأغنام من السرقة وأيضاً من الحيوانات المفترسة وتبقى معهم وتحميهم طوال مدة الرعي في الأراضي الواسعة راح نشاهد اليوم كيف ممكن الكلاب لوحدها تتحكم بقطيع ضخم من الأغنام بطريقة أقوى من تحكم الراعي نفسه بداية من خروجها من بيتها وصولاً إلى المرعى فلا يمكن أن تضيع الأغنام أو تتشتت أو تسير على هواها طالما معها كلاب رعي مدربة جولتنا اليوم مع كلاب الرعي كيف بتم تدريبها على هذه المهمة منذ ولادتها وكيف يتصرف المدربين مع الكلاب الصغيرة التي تبدأ بتعلم مهمة الرعي وتكون ما زالت خائفة من الخرافة وكيف تستطيع فيما بعد التحكم بقطيع كبير من الخراف أو الأبقار وغيرها السلام عليكم أنا سامو مجتهى وبرحب فيكم قبل أن نبدأ لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واكتبوا لي بالتعليقات عن شو حابين أعمل بالحلقات القادمة كلاب الرعي تصنف من أذكى الكلاب في العالم منها الصغير والكبير الضخم ويتم تدريبها بطريقة معيرة منذ صغرها لمساعدة رعي الماشية في توجيه القطيع وحمايته من الأخطار كالحيوانات المفترسة وعلى رأسها الذئاب إن لم يكن الكلب جريء وقوي وذكي فلن ينجح في المهمة ونجاح الكلب قائم بدرجة أولى على فصيلته وتؤدي فصائل من الكلاب أداء حسنا أكثر من أخرى منها كلاب الرعي البلجيكية وكلب الرعي القوقازي الألماني وغيرها بكلفة قليلة جدا وبواسطة راعي واحد ومجموعة مدربة من الكلاب يستطيعون راعي قطيع كبير من الغنم ولن تخاف حينها على هذا القطيع لا من هروب الأغنام ولا من مهجمتها من قبل الذئاب أو البشر وستضمن بذلك أن تخرج الأغنام للمراع الواسعة بطمأنينة ستكون منظمة بطريقة مذهلة لأن الكلاب التي ترعى هذه الأغنام تحل محل القوى البشرية وتنجز عملا مذهلا سيكون راعيا محظوظا الذي يملك كلبا مدربا فسيكون صديقا وفيا ومرافقا جيدا ومساعدا أمينا هذا الراعي الأوكراني يربي مجموعة متنوعة من كلاب الراعي المدربة بدءا من الكلب الراعي الألمانية وهو يعد من أفضل كلاب العالم في التعلق بالإنسان وإخلاصه له لذا فهو من أكثر الكلاب انتشارا لا يستخدم كلب الراعي الألماني ككلب شرطة وفي الحروب وفي جميع أنحاء العالم بسبب قوته وذكائه وسهول تدريبه على طاعة الإنسان ويستخدم أيضا في رعي الأغنام أيضا هذا الراعي يربي كلاب بوردر كله والذي يستخدم أساسا لرعي الأغنام وهو كلب مفضل للكثيرين وهم معروفين بذكائهم وطاعتهم وقدرتهم المذهلة على رعي الأغنام والتحكم بها وتستخدم في مختلف الألعاب الرياضية وكذلك في المسابقات والمنافسات العالمية فكل رعي يفتخر بكلبه وقدرته العالية على الجمع والتحكم بالأغنام بسهولة ويسر وبسرعة عالية في هذه المزرعة الأوكرانية يدرب أصحاب هذه السلالات المختلفة من الكلاب للرعي ويقول أصحاب المزرعة من الصعب ضغط الماشية لوحدنا لهذا نحن ندرب الكلاب لمساعدتنا في المهمة وتوفير تكاليف رعاية الأغنام بوردر كله كما يقول المزارعين هي الكلاب المفضلة لهم لرعاية الغنب في عام 1976 تم الاعتراف بهذه الكلاب رسميا من قبل النادي الإنجليزي كسلالة رعي في عام 2009 منح العلماء البريطانيون سلالة بوردر كل لقب أذكى الكلاب الموجودة يتم تدريب الكلاب في البداية على رعاية الطيور منذ صغرها أثناء التدريب عليك التحلي بالصبر ولا تصرخ أبدا كن معتدلا فيمكن لكلبك أن يسمع جيدا لكن إذا غضبت على كلب الرعي فأنت تجعله متوتنا تقوم فكرة رعي الأغنام بواسطة الكلاب على خوف النعاج من أي تهديد وتحتمي النعجة عادة بالبقية والفكرة أن يكون بينها وبين التهديد كائن آخر تحاول الحيوانات بهذه الطريقة تقليل فرصة حدوث شيء لها وتحاول أن تختبئ في وسط القطيع هذه الراعية تعمل تجربة وتقول لقد فقدنا عددا من الأغنام وسيحاول الكلب جلب هذه الأغنام لي ويتعين عليه بعد أن يجدها أن يقودها للبوابة لذلك سيأخذها يمينا ويسارا ويعيدها لدي من جديد تعمل الكلاب المدربة وفقا للغريزة والسلالات المخصصة للرعي فقط تتمتع بغريزة الرعي فليست كل الكلاب تصلح لذلك على الرغم من غريزة بعض الكلاب المتطورة للغاية لا سيما الكلاب المختارة خصيصا للرعي لقدرتها على المبادرة والتجمع وما إلى ذلك لكن من المهم التحكم في كلبك وبالتالي تعليم عدم الاستماع إلى غريزة الكلب فحسب بل أيضا إلى توجيهات سيده صحيح أن هناك كلاب الرعي الفرنسية والبلجيكية والهنغارية والإنجليزية ولكن الأكثر كفاءة وشمولية هي كلاب بوردر كولي هي سريعة ورشيقة ويمكنها فعل ما لا تستطيع باقي الكلاب فعله تتميز بغريزة رعي قوية وجميع كلاب بوردر كولي الذكية لكنها توجد فروق دقيقة بينها فمنها اللين المرن ومنها اللطيف ومنها المحتال والمباشر ومنها الصادق مثل البشر تماما هذا الكلب ذكي جدا لن يطيعك إذا صرخت وضغط عليه يجب أن تتفق معه وتقول له انظر أريدك أن تفعل هذا وأعطيك مقابله ما تريد من خلال بعض الكلمات يتم التحكم فيهم وتدريبهم ككلمات استلقي فسيسمع منك وكلمات مثل جيد أحسنت وأكبر مكافأة له هو الاستمرار في العمل حتى وهو جالس يعمل فهو يراقب النعاجة وإذا حدث شيء سيركض ليجمعها في دائرة ويحب العمل الكلاب يتم اختيارها للرعي منذ صغرها بعض المربين مثلا يختارون الجر الذي يأتي نحوهم تلقائيا لأنه سيكون بلا شك هو الكلب الذي يحمل شخصية حازمة مقارنة بأقرانه لأنه على الرغم من صغر سنه إلى أنه لا يتردد للذهب نحو المجهول إذا لم تبدأ هذه الدروس التعليمية من الأسبوع الثلاثة أو الأربعة الأولى من عمر الجرو فسيواجه صعوبة في التهدئة أو صعوبات في إدارة البيئات والأشياء والأشخاص الجدد من حوله عندما يتعود عليك يستمع للأوامر مثل الجلوس والاستلقاء والحركة مع الكثير من التدريب أيضا ويمكن التدريب والتحكم به من خلال السفارة للتحكم به للسير يميناً ويساراً أو المشي والتوقف موضوع تدريب كلاب الرعي موضوع شائب وهناك أساليب كثيرة تختلف من مدرب لآخر مثلاً نموذج بسيط يمكننا إعطاء بعض الأوامر الأساسية حول مبدأ التقليد عندما نسير مع الكلب ويتبعنا عندما نتوقف نقول توقف عندما نركض مع الجرو نقول سريع وعندما نبطئ نقول سهل إلى آخره أجمل ما في كلاب الرعي مثل بوردر كولي أنها ذكية وتتعلم بسهولة لكنها تحتاج لصبر ويتميز هذا الكلب حبه للرعي فلا يتعب مع الحر ولا مع البرد وهو من الكلاب الذي يقال عنها أنها مستعدة للموت في العمل لكن تبقى مهمة الراعي أن يحافظ عليها ولا يسمح لها بالعمل ثمان أو عشر ساعات يومياً تقدر هذه النوعية من الكلاب كثيراً لأنه فيها سمات مميزة لا توجد في كلاب أخرى فهي قادرة بقوة نظرها على أن تجعل الحيوانات تتراجع ويمكن أن يكون الحيوان جموسة أو بقرة أو حصاناً أو خروفاً تقترب من الحيوان بهدوء وتنظر بشكل مباشر للحيوان وتتسلل نحو ما يدفع الحيوان إلى التراجع فتستطيع أن تتحكم بأنواع مختلفة من الحيوانات هي جريئة لا يخيف غضب الجموسة فهي تسير بخطة ثابتة ومن شجاعتها تستطيع أن تتحكم بالكائنات الأكبر منها حجماً ووزناً تنظر وتراقب وتشعر الحيوان أنها قررت الهجوم فستسيطر على القطيع إذا رأيت أن الكلب أثناء العمل يركض وينبح كثيراً هذا يعني أنه ليس برد كلي لدى هذا النوع أسلوب خاص في رعاية القطيع صامت وهادئ لا يفتعل أي شجار أو أي قتال ولا يحدث دوضاء كلب هادئ يعمل بأقل عدد من الأوامر ويؤثر على الخروف أو الحصان أو البقرة هو كلب لجميع المهام هم يفهمون بعضهم جيداً رغم أنه نعجد عدد حيوانات غبية لكن لها نظرة دقيقة فهي تعرف بسرعة إن كان الكلب الذي جاء للعمل ضعيفاً أم قوياً ستظهر عناداً بشكل مقصود يوجهها الكلب في البداية ويقول لها ستذهبين إلى هناك ولكنها لا ترد على الأوامر في أول عشرين لأربعين دقيقة لكن ستحشر الخراف بعضها البعض وفي النهاية ستستسلم للكلب الذكي المدرب يتم تدريب الكلاب بشكل دقيق في حال كان الكلب صغيراً وهاجمه خروف أو ضربه من الطبيع أن يخاف ويرفض العمل ولكن خلال عملية التدريب يعلمونه أن يكون قوي وشجاع وأنه يجب أن ينجح في التعامل مع الموقف ميزة كلب الرعي الجيد في عدم العض إذا كان الكلب فتي ويحب العض فستكون مشكلة وسيحتاج لتدريب دقيق حتى يمتنع عن عض النعجة بلا سبب فيجب أن لا تصاب لا في صوفها ولا لحمها كلب الرعي الجيد مساعد عظيم وحتى لو عض أحياناً بطريقة هادئة هذه وسيلة لتأثير على الحيوانات لكن أي كلب يهاجم المواشي يرفض فوراً لأنه غير مناسب للعمل معها أيضاً تستخدم كلاب الرعي للجمع الأغنام لقص صوفة وتحدثنا في حلقة صناعة الصوف عن الموضوع فيتم استخدام مجموعة من الحصن مع عدد من الكلاب ومركبات ربعية الدفع للجمع ما يقرب أربعة تلاف خروف دفعة واحدة يتم التحكم بكلاب الرعي من خلال الصفارة لتتحرك يميناً أو يساراً فلكل اتجاه صفارة مختلفة وتمر الكلاب قبلها بمرحلة مطولة من التدريب للوصول إلى هذه الكفاءة وتأخذ أوامر توقف أو انطلق أيضاً من خلال الصفارة فتجمع الكلاب الخرافة وتوصلها إلى بيتها بكل هدوء طبعاً إلى هنا من كون وصلنا لختم هذا الفيديو لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء